اعزائي الطلب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في درس جديد من دروس النهاردة بعكوا عدل باسيوني بإذن الله مكملين مع كتاب 5 stars طلب 3 اعدادي انجليزي 3 اعدادي 200 تاني unit 7 متودين في الدرس التالت والرابع تحديدا page 13 صفحة 13 وتعالى نشوف اول حاجة معنا في صفحة 13 choose the correct answer اختر الاجابة الصحيحة وتعالى نشوف اول حاجة معنا بيقول this fossil هذه الحفرية the stone age تعود للعصر الحجري يبقى هقول this fossil مفرد فهقول belong to belong to تعود الى او تخص تعود الى او تخص some whales had legs بعض الحتان لديها ارجل so they walked land walk يمشي يمشي على walk on this house burnt by a fire yesterday burn burn يعني يحرق يحترق يبقى burn down burn down فهقول burn it down احترق the river nile the river nile the river nile is six six thousand six hundred and sixty kilometer in lens في الطول in lens في الطول لكن لو شاف ان شاء ال in lens فهقول long على طول يبقى in lens لما اقول هنا in lens هتساوي يا شباب long على طول من غير اي حاجة the synonym the word is necessary necessary يعني ايه براف عليك ضروري طب ايه هو اللي ضروري the important important يعني hand لو انت فاكر في الترم الاول كنا بنقول important and necessary and serious and essential equals يعني متساويين في المعنى يعني synonyms متراضفات the antrim axis of the word is amazing رائع طب ده رائع يبقى التاني horrible فضيع رهيب علشان نروح على السؤال التاني read and complete the tickets with words from the following list واول حاجة معنا يا شباب attractive جذاب country public described population described Luxor Luxor is a city in Upper Egypt في صعيد مصر ذا of Luxor is 422 407 people تاسمه دا population يعني التعداد السكاني Luxor has been described يعني توصف وكأنها has been described as the world's greatest open air museum المدحف العالمي المفتوح الأكبر في العالم there are lots of places attractive places أماكن جميلة توريسين can visit such as the temple of Carnac معبد الكارنك the valley of kings ودي الملوك and the valley of queens ودي الملكات it has a great system of public transport كمان بتتمتع بشبكة مواصلات عامة جميلة جدا you can get anywhere easily دا تروح أي مكان بسهولة وما زلنا متوجدين ولكن في page 15 صفحة 15 complete with the correct form أكمل بالصيغة الصحيحة وإحنا النهاردة معانا المبنى المجهول بس في زمن الماضي البسيط وقلنا في المبنى المجهول بنبدأ بالمفعول بعدها verb to be تصريف ثالث تلاقيه ويمكن أن نأتي بالفاعل مسبوق بكلمة by an engineer مهندس fix my computer yesterday طيب يبقى الحل هنا fixed الله ده أنت نسيت يا مستر من فين am أو is أو are لا يا فندن هنا an engineer دا فاعل يبقى دي جملة عادية مش متحول للمبنى المجهول ولا حاد دي جملة عادية فقول an engineer fixed اصلاحها my computer yesterday a nice picture هنا بقى دا مفعول فاقول مفرد a فتاخد was والتصريف الثالث من bent فاقول bented رسمت my brother yesterday when the mobile phone invent الموبايل فون دا مفرد فاقول ايه when was وبعد كده المفعول اللي هو زا mobile والتصريف الثالث invented يا مستر انت سبتي فون ليه فيها مشكلة لا عادي mobile أو mobile phone ما فيش مشكلة نبش انا نبقى فاهم يعني i فاعل يا شباب gave a nice present from اه يبقى انا ايهنا مفعول حد الداني هداية يبقى i was given اعطيت زاروم مفرد فتاخد was والتصريف الثالث من فعل الجملة الاساسي اللي هو clean فتبقى cleaned لانه فعل منتظم she came late جاءت متاخر so she عقبت فاقول was punished حطله e d يبقى was punished لانه يعاقب فعل منتظم the piramids الاهرامات build لا الاهرامات دي جامع فتاخد where والتصريف الثالث من build هو built بنية thousands of years ago ومع وصلنا ل page 16 صفحة 16 تعالوا نشوف choose the correct answer اختر الاجابة الصحيحة in the museum في المتحف we saw some of animals بنشوف بعض الخاص بالحيوانات that lived thousands of years ago طبعا نحن نشوف الحيوانات ومال ايه؟ هنشوف حفريات fossils يعني حفريات the village is 800 كيلو متر from the nearest city it's very 800 كيلو ده يبقى it's very remote بعيدة جدا my grandmother always fruit in a jar with sugar and water preserve preserve يعني يحفظ preserve يعني يحفظ بتسوي keep the longest thing and the world is more than 6 meters in اه والتعبان طوله ازاي طوله كده اه فوقي فاقول inlands في الطول scientists are still discovering new of plants بيه بيهكتشفوا فصائل نباتات جديدة فاقوله species species يعني فصائل الفصائل دي شباب يعني الانواع kinds it's something that people travel in حاجة الناس بتسافر فيها that is pulled by a horse تجرب الحصان طبعا دي الكاريج أو العربة الحمتور the owner owner يعني المالك of an animal is a person who has it who has bought it اللي اشتراه a stable اللي استابل is a building where a horse sleeps حيث يا نام الحصان if you treat someone well لو انت بتعمل شخص كويس you them you are nice to them انت لطيف معاهم لان تريت معناها بربع عليك يعامل in the past في الماضي people didn't use to travel by car لم يعتاد الناس على الصفر بالايه بالسيارة طب كويس they took a horse and a carriage who is there of this car من صاحب العربية دي يبقى owner مالك so farmer keeps his horses in a stable في stable stable المكان اللي بيعيش او بينام في الحيوان اما السؤال التاني complete with the correct form اكمل بالصيغة الصحيحة ويلا بينا على طول نروح لسؤال الاول وادي الحتان by thousands by about one thousand people last year وادي الحتان مفرد فاقول was والتصريف التالت من visit تمام visited يبقى وادي الحتان اتظهر بواسطة ألف شخص السنة اللي بيعيش well with legs الحتان ذات الأرجل where لانها جمع والتصريف التالت من find فاقول found وجدت the last of the new seven wonders قائمة من سبع عجائب من العجائب الدنيا السبع الله جمع الله مفرد خلي بالك wonders جمع لكنه بيكلم عن list قائمة هو بيكلم هنا عن قائمة واحد فاقول ايه we was made the city of Petra was named سميت زا تاج محال was built بنية the great wall of china سور الصين العظيم ده مستر مفرد فاقول was built children in our school painted الله بنت ازاي مش مابلنا نقول لا دي معلومة جملة معلومة لأن الأطفال ايه الأطفال هنا فاعل الأطفال في مدرستنا لونوا هذه أو هؤلاء السور the statue of sphinx was was والتصريف التالت من make يبقى was made براف عليك we don't know how the stones for the pyramids were carried الله الله ليه يا مستر قلت وير مقولش was ها مش عشان البرامدز لا وابتكلمين عن الايه the stones والستونز هنا جمع زا قايد باي سيتادل قلع بقايد باي in alex في اسكندرية مفرد اه فتاخد was والتصريف التالت من بل built بنيت زكايلو تاور in Egypt's capital برج القاهرة الموجود في عاصمة مصر صممة فاقول was designed صممة وبكده جو وصلنا الى سؤال خاص بطلاب الازهر وتعالا نركز مع بعض choose the correct answer animal fossils in thayoum depression by scientists were found وجدوا the fossil قات وادي الحيتان by a team of scientists many years ago حفريات في وادي الحيتان where studied where studied where studied وصولا الى page 17 في صفحة 17 finish the following dialogue اكمل هذا الحوار ومعنا يا شباب السؤال الاول الديالوج بيقول i adham is talking about a tourist at a hotel بيتكلم عن سائحين في فوندو ادهم بدأ الكلام وقال له للتورست are you visiting Egypt on a business or on holiday فقال له i am visiting Egypt on holiday انا هبزهور مصر في اجازة i come from London انا من لندن يبقى هيقول له لندن ده مكان فيقول له where i am احاولها الى are you يبقى where are you from from لا يا مستر مالكم وديتها فين كويس قوي انا كنت مستني منك السؤال ده ليه بقى لانه هنا الصح طب الاولى غلط لا طبعا يبقى where do you come from من اين انت هما الاثنين بيساووا بعض عادي مفيش مشاكل خالص فسأله سؤال قال له big bin and the queen's palace are the most famous places in London بيسأل عا الاماكن الاشهر في لندن يبقى ما الاماكن يبقى what is the most or what are the most famous places in London ما هي الاماكن الاشهر في لندن ما هي الاماكن الاشهر في لندن interests you most in Egypt اكتر حاجة تلتعت بيها في مصر فان lose the Egyptians are friendly المصريين ناس طيبين جدا طيب انا مش هقول D انا هقول I am interested in interested in ancient treasures بالكنوز المصرية القديمة I hope you will enjoy your tour اتمنى ان انت تعجبك الجولة في بلدنا فقال له thank you وكان ممكن يقول كمان thanks شكرا 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 بعمروا السؤال الثاني read and complete with a word from the following list Egypt has some wonders لديها بعض العجائب the great sand sea is one of these wonders واحدة من هذه العجائب this is a part of the western desert سحراء الغربية and here you can find lots of big sand mountains and some unusual glass it is انها believed من المؤمن and that the glass is more than twenty nine million years ago اكتر 29 مليون سنة وبكده وصلنا للسؤال الثالث سؤال الفقرة تعالى نقرى الفقرة ونجاوب على اسئلاتنا read the following then answer the questions every Monday كل يوم كنين a dog goes into a small supermarket with a basket in his mouth فيه كلبة بيروح سوبرماركت والباسكت بتاعته معه inside the basket في قوة السلة there is a shopping list في قايمة تصوق and a wallet ومحفظة مريا who owns the supermarket يبقى مريا دي صاحبة السوبرماركت reads the list بتقرى القايمة put the items in the basket وتحط الحاجات في السلة take the money from the wallet leave the bill وتسيب الفاتورة the dog then runs off بيجري مرة تانية روح one day وفي يوم مريا decides to follow the dog قررت تتابع الكلب 2 شهرات شوف اللي بيحصل معا she wants to meet the dog's owner عايزة تقابل صاحب الكلب she asks how the dog was trained ازاي تدرب to do such amazing things إنه يعمل حاجات الجميلة دي she follows the dog to an old house ليبيت قديم قوي the dog puts down the basket at the door and rings the bell وحط على الباب البسكت ورن الجرس with his nose بأنفو it is so loud كان عالي جدا that anyone can hear أي حد ممكن يسمعه إت ده اللي هو مين ده بربع عليه إيه الجرس and all the man opens في رجل عجوز أوه opens the door فتح الباب and starts shouting and screaming at the dog he goes on and and on دخل لجوه على طول maria says that the dog is very annoyed كان منزعج جدا stop that shouts maria متزعج كده what are we doing ماذا تفعل that is the cleverest dog the أفضل كلب I have ever seen شوفت في حياتي clever haaa loves the man that is the third time this week this dog has forgotten his keys ثالث مرة ينسى مفتيحه تعال نشوف يا شباب السؤال الأول بيقول the main idea of this passage is الفكرة الرئيسية للفاقرة هي the shopping dog what does the dog carry in his mouth a basket the underlined it refers to the bell a garas أما السؤال الرابع why does maria follow the dog لي مشيت ورا she wants to meet a chifl she wants to meet the dog's owner and asks how the dog was trained to do such amazing things فدس الرقم 4 who is maria ah the صاحبت super market maria who owns the super market with the الرقم 5 do you think the dog is clever yes he can he can do shopping alone يقدر يروح يتسوق لوحده يبقى ليه هو ماهر he can do shopping alone ممكن حاجات كتير لولها لكن أي حاجة هتبقى تماما إن شاء الله choose the correct answer اختر الإجابة الصحيحة the word horrible and the word terrible are the synonym the mr مترادفات the word wet and dry the anthonyms جاف ومبلل thy brother broke his toy because he is not happy we can replace not happy with not happy sad not happy unhappy but we tell you both P and C the suffix turns the verb create to a noun creation اللي بدا we can turn the verb visit into a noun by adding the suffix or visitor say the noun wind can be an adjective by adding y فقول ويندي عاصف بالرياح to give the antonym of the word understand understand معناها يذهم we add the prefix miss miss misunderstand يسوء الفهم to give the antonym of the word lucky lucky unlucky محزوز وغير محزوز we can get the noun of the verb build by adding the suffix عز الاسم اه فقول builder بنا بالر a place where a farmer keeps his horses is called stable ده الاستبل المكان اللي بيعيش فيه أو بينام فيه الحصان is the land that below the area around it الارض المنخفضة عامة حولها ده depression لو انت مش فاكر معناها منخفض زي منخفض الفيوم are the remains هي البقايا خلاص ده البقايا باسمها fossils نحن حافظينها من اول مرة means to keep something safe انك تحافظ على الشيء في امان فانت كده بتعمله ايه reserve وبرزيرف معناه يحفظ my grandmother treated all her children the same بتعملهم كويس كلهم she was always هي دايما kind places in the map seems to be near الاماكن على الخريطة تبدو قريبة but they are really remote لكنها بالفعل بعيدة جدا means how long something is كم يبعد فالبعد ده اسمه a lens a tool اما السؤال رقم 17 فبيقول a person who does research is called researcher باحث it was raining here yesterday so the streets are very wet الارض كلها مبللة وصلنا الى سؤال الخامس complete with the correct form اكمل بالصيغة الصحيحة who was this article written by الله ليه مستر هدي وز والتصريفي الثالث the final match was watched شهدة candles are used afwan were used two glasses two glasses two glasses were broken كسرو penciling was discovered اكتشف our lunch was prepared وعدة او جاهز يعني the email مفرد was sent orsila my house was built where was tea where was tea first drunk اين شرب drink drank drunk واشكر لكم طيب المتابع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته